والله انا فعلا ساعات كتير جدا بقعد افكر حقيقي فيما يدور داخل ذهن الرئيس وهو يدير سواء اذا كان ملفاتنا الداخلية في جمهورية مصر العربية او ادارته للملفات الاقليمية ده رئيس مصر اكبر واقوى دولة موجودة في المنطقة اكبر مش بتكلم من حيث المساحة انا بتكلم من حيث التأثير السياسي اكبر من حيث القدرة والحيوية السياسية اكبر اقدم اكثر حضارة صاحبة الثقافة الاوسع والاكثر انتشارا في المنطقة الاقوى بالتأكيد عسكريا الاقوى بالتأكيد على مستوى طاقتها البشرية والطاقات الفكرية والعقلية والابداعية اللي عندها ده حمل كبير انه الشخص اللي بيتولى هذا المنصب وفي نفس الوقت مش بس يتولى انه يديره بنجاح ويمتلك هذا الكم من الصبر اجزم ابصم بالعشرة لم اجد في حياتي لم اعرف في حياتي رجل يمتلك هذا الكم من الصبر زي اللي بيمتلكه فخامة الرئيس صبر وحلم شديد حليم هادئ الطباع جدا عارف بالمصري بتاعنا كده باللغة الدرجة يقولك ما بيسخنش لا يسئل استفزازه حمى الله الرئيس يا رب وادمه لنا بكرة بإذن الله بإذن الله تبدأ المراسم واليمين الدستورية أمام مجلس النواب تباً